تقال كتير في الجرائد الفترة اللي فاتت ان وليد أزارو مطلوب لأحد الأندية الفرنسية وقالوا ان جالوا عرض لتعاقد معاه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير كابتن حسام البادري رفض الحديث في هذا الموضوع أو مناشت لعرض أزارو ولا أي عروض لأي لعيبة لأن الفريق عنده ارتباطات ووليد أزارو مهاجم أساسي في الأهل دلوقتي فبالتالي كابتن حسام البادري رفض تماما الخطف أي حديث عن أي لعب لعيب صغير السن عنده ممكنات وعدة بيتطور وأنا بيعو لي دلوقتي وأيضا الكابتن حسام سئل عن إسلام محارب انت جبت الرجل ده ازاي ده احنا جايبينه من سموحه ب8 مليون وعليهم ناصر ماهر إعارة كمان راح سموحه امتى هيلعب إسلام محارب كابتن حسام قال لهم إسلام محارب لعيب ملتزم لعيب عنده درجة جدية واضحة جدا ما بيعملش مشاكل حياخد الفرصة في الوقت اللي يعبر فيها عن قدراته ودي مسألة مهمة جدا لأنه لو المدرب مش حريص على لاعب واختر له التوقيت المناسب في الظرف المناسب مع المنافس المناسب عشان فعلا يستفيد من الفرصة اللي أخدها مش هيستفيد فبالتالي كابتن حسام ببادري وهو بيشيد بإسلام محارب بيقول أنه فرصته الحقيقية جاية إن شاء الله مش بس كده اه انت ده ما بتدور على اللعيب اللي برا ليه اي اي إسلام محارب حيخش في حد يطلع اللي حيطلع حتقول ده ايه اه يا جماعة سيبوا الناس يشتغل اي ماينفعش كل اللعيب لازم يتسئل عليه أنا بفكرك إسلام محارب ده هو الضر بنفس القدرة اه على سنة أصغر كمان اه بتاع مؤمن زكري مؤمن اه